السلام عليكم ماتو مقطعنا هذا بتكلع من نفضة 30 مؤدي صوت بعالم انجليزي طبعا تحذير 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 5 مرات الاسامي اللي معانا بالتوب مو بس اسامي غريبة واسامي عجيبة فلو حرفت ولو جبت ام العيد بكل الاسامي سامحوني شبابي انا انسان ماني ياباني انا انسان اتكلم عربي انجليزي اما ياباني ما اعرف فمشولي اذا غلطت بالاسامي وخلينا نبدأ في المركز الثلاثين عندنا ميورا كينتارو اوكي هذا قلت زين الحمدلله ما علينا هذا مؤلف مانجا برزيرك بنفس الوقت مؤدي صوت هذا الشي اللي الرهيب اللي جذبني انه موجود بهالمركز طبعا ما عنده اي دور بارز معروف بعالم الانمي يعني ما قلت سوى شخصية مهمة بس كان له دور شرفي انه سوى شخصية ثانوية بانمي برزيرك فغالب الفانزات حقونه وطبالوله وعطوه هذا المركز يعني خلوا كل مؤدين الاصوات وحطوا منقاكا هذا ما هو توب ثلاثين مانجا يا شباب مادرش جابه بس ما علينا المركز 29 معانا انوهاي دياكي ادى صوت جيرو بطل انمي كازي تاشينو طبعا مادرش داخل هذه المعلومة بالمقطع بس خذوها معلومة زايدة كمان مؤدي الصوت هذا قد اشتغل كرسام مع مانجا تنيون جينيس يعني اللي قبله منقاكا والحين رسام يا شباب مغن مؤدين الاصوات ما علينا المركز 28 عندنا ميناسي انوري واخيرا مؤدية صوت حقيقية عموما ادت 37 اغنية انمي فيها opening و ending يعني مو بس مؤدية صوت لا مغنية كمان يعني وعنده كمان اكثر من 150 شخصية ادتها واكثر من 80 شخصية منهم شخصيات رئيسية يعني 150 بس 80 منهم شخصية رئيسية وفي انميات ادت فيها اكثر من شخصية ثانوية يعني هذا يبين لك انه مر مهوبة تقدر تغير صوتها والناس ما تلاحظ انها شخصيتين مختلفة بس مع ذلك كل ذي الادوار ما هي معروفة وما هي شيء مميزة وما هي من الانميات معروفة وتقريبا الدور الوحيد المهم كان شخصية ثانوية بانمي قاتل الشياطين فمع كل هذا الابداعات والانجازات مع ذلك ما هي شيء جدا كبير يعتبر مركز 27 عندنا ليسا ما لقت لها اي شخصية هي سوت صوتها بس دخلت تصوت لانها مغنية ومن اجر اغنيها opening حق قاتل الشياطين والإنديك والإنديك الثاني حق بوكنو هيرو والموسم الثاني وتقريبا كل اغاني سردرتون لاين الامانة اغانيها جدا رهيبة يعني لا تصروح وتسمع ما بذنوب بس مع ذلك يعني اي واحد يعرف ليسا يعرف ان اغانيها جدا رهيبة وما هي مؤدية صوت بس دخلت معانا فشكل التصويت حق كل الناس مؤدي صوت مغني كاتب رسام بعد شوية المركز اللي بعده ممكن تلاقوني أنا موجود هناك كمان صوتين لي يا ماذري لي ما علينا المركز 26 عندنا كون ساتوشي مخرج انمي باباريكا وكان عنده دور ثانوي بهذا الانمي وهذا كمان مخرج عندنا مانقاكا مخرج مؤدي صوت مغني لحد الان خمسة مراكز كلها متنموعة ما علينا المركز 25 ساوناوهي ريوكي ما يدي صوت شخصيات بس يعتبر مغني ومن اشهر الانميات اللي شارك بغنيها هجوم العمالقة والخطايا السابع وكينغدوم عد مدام شارك بجوم العمالقة نقول ان الاستعاق يدخل لتوباكيت عد هجوم العمالقة معروف ما عنده ولا اوبنينغ او اندينغ او اوست او اي شي بالحياة سيئة كلها رهيبة في بعضها اقل من المستوى بس كلها رهيبة 24 سوابي جونيتي ادى صوت اكثر من ثلاثمية شخصية منهم ايزاو من بوكونهيرو ساكونا من جيتسو كايزن فيرقو من ون بيس وقد اشتغل بانميات ثانية قوية زي ناروتو كونن بس بادوار ضعيفة مو معروفة فيعني الامانة شخصيات تفخمة ايزاو وصوته مره فخم ورائق وساكونا وفيرقو كلهم شخصيات تفخمة ومن النوع الطبقة يعني الرهيبة مو نزي طبقة صوتي خائزة مع عدم احترام اليه بمركز 23 عندنا ساكوراي تاكاهيرو ادى صوت ارتاكا من موب سايكو تمييوكا من قاتل الشياطين وغريفت من بريرزك وسوكورو من جيتسو كايزن واكثر من 250 شخصية ثانوية بانميات ثانية وبرضه سوى اربعة اندنك زي انميات غير مشهورة فتمييوكا صوته جدا فخم وغير كذا ارتاكا كمان فياب ياب مؤدج الامانة صوت رهيب يستحق هذا المركز 22 كايانو اي ادى صوت اكثر من 200 شخصية منها صوت هاشرة الزهرة من قاتل الشياطين وشيرو من انمي نوغيم نولايف و13 انديك طبعا انا وديت فلسف عليكم اقول الله هذا المؤدي الصوت يستحقها بس اني ما عاش مؤدين اصواف لما انا انا قاعد اتعلم معاكم هذا المقطع انا اعرف انه مثلا تقريبا ثلاثة اشخاص صحيح حق بديوودس ويرن هو مؤدي صوت واحد ومثلا حق اوسف اعرف هم هذول اشياء بسيطة بس مو اعرف الاسامي الغريبة هذي ما اعرف اسميه وما اعرف شخصياتهم بس فما اقدر احكم اذا يستحق المركز او لا ما علينا اخينا نكمل مركز 21 عندنا تسودا كنجيرو ادى صوت اشكي من انمي بوروتو يونجي من انمي وانبيس وعنده كثيرة دور مساعدة بلميانات كبيرة زي انمي ناروتو و هجوم العمالقة و جوجو في ريتيل يعنى ما سوى شيء مهمه تذكر بس ان اغلبها دور مساعدة و اشكي من انمي بوروتو و ما احد مهتم له الامانة 20 عندنا يوكي اوي ادى صوت ثلاثة شخصيات مختلفة من بوكنهيرو وديان من ام الخطايا السبع وعندها اكثر من 150 دور ثانوي انا ملاحظة دور ثانوية مرة كثيرة حتى يعنى لما كنت تتابع انميات ما احد يتابعها ما احد يعرفها الا الكاتب الاقي شخصيات معروفة مثلا مرة لقيت صوت اكاين و اذا ما اخفضني بانمي ما احد يعرفه فكان شيء رهيب انك تلاقي شخصيات تعرفها وتقعد تبحث وتتأكد فلا ما انا شيء ممتع داما احب اسويه هذي نفس المسلسلات لما الدور عم يمثل معين فشيء رهيب ملقشة 18 عندنا كياسكو تاكيهيتو اخيرا لقيت واحد مميز و من جد احس ان استعق هذا المركز ادى صوت زيكي من هجوم العمالقة واوكيجي من ون بيس و ديو من جوجو و اثنين من شخصيات الثانوية بالنم ناروت و ثلاثة من شخصيات الثانوية بالنمي بليتش و سبعة شخصيات من انمي المحق كونن و ادى اكثر من 450 دور يعني يكفيك فخامة انه سوى زيك واوكيجي و ديو كمان و كمان سبعة شخصيات من كونن يعني اظن اي شخصية فخمة بكونن حطوله اياه كدع عرف يزيك شرير ابو حلقة واحدة يعطوه الصوت غالبا يعني المركز 17 شينكاي مكتوب ادى بس صوتين من المياد غير معروفة بس اخذ شهرته من الاخراج انه مخرج فيلمين رهيبة اخرج يورنيم و خمسة سنتيمتر في الثاني وتعتبر افلام جدا رهيبة و حققت نجاحات كله نعرف يورنيم اكيد عموما و كان كاتب قصة بس مدلش المسوطين ما يفرقوا بين مؤدي الصوت و كاتب و ليل كده فيه ميكس عجيب يعني اذا واحد ادى صوت واحد و سوى مانجا يحطوه المركز الاول الله يسترى ليكون ودا الاول ترى انا ما ادري شكل ودا الا المركز 16 عندنا فوكياما جون ادى صوت ينك من انمي كينغ دوم و كينغ من الخطايا السبع و ليلوش من كود قيس اوكي اوكي خلينا نرجع لهذه النقطة بالنهاية و طبعا زي كل ما ادين الاصفات الرهيبين ادى دوار ثانوية بالانميات الثانية واكثر من 200 صوت و كانت ببليتش و ناروتو بس ماعلن ماعلن من كل هذا لو انه ادى ان شاء الله بكل انميات العالم مدامه ما ادى صوت ليلوش بانمي كود قيس فانا شوف انه ظلم يكون بال16 لازم يكون الاول للوش ما احتكر كل شي بالن شخصية لا ما هو اقو شخصية بس ما علي نخلي اقو شخصية و افضل مادي كل شي لولوش افضل شي بالحياة اوكي كفي تطبيل اظن لاحد لاحد يطلع من المكتب و خدس لك ماليش خلينا نكمل المكتب 15 ماتسوكا يوشي تسوغو اوكي اسم صعب ما علينا لحد الان ما اجبت العيد بالاسامي صح شباب اه هو مؤدي صوت كيروتو من سور دعات اونلاين وينوسكو من قاتل الشياطين وهانا زاو من موب سايكو و زي اغلب مؤدي الاصوات اللي معانه بالتوب سوى اكثر من 200 صوت خلال مسيرته كانت الصوت ثانوية 14 عنده ساشيرو ميوكي اخيرا صوت رهيب من انمي هنتر ميوكي هي لعدة صوت كوروبيكا عد كوروبيكا صوته فخب و غير كلا سوت بودنك يعني كوروبيكا مؤدية صوته وسوت شخصية بنتي اللي هي بودنكو عد عز كوروبيكا انها تقاشي يعني ما قلنا بس واضح انها بنت و واضح ان كوروبيكا بنت يعني و غير كلا مؤدية الصوت هذي قد سوت اكثر من 200 دور اغلبها جدا عادية بس يمكي شهراتها من الاغاني لانها سوت اكثر من 5 شرين اغنية فعندها 5 شرين اغنية وعندها كوروبيكا اظن يكفي خليها لمركز 14 المنقصة 13 عندنا راكي هيراهيكيو اسمه مرة صعب عموما ما علينا هذا مؤلف جوجو بقائمة افضل ما ادينا صوت انا ما اعرف ليه كلا المنقاكا مرة محتكرين القائمة بس هذي المرة التصوت العالمي مو خايس لما ان التصوت العالمي حلو بس في ناس موجودين غلط يعني هو ما ادى صوت كثيرة كاغلبها صوت ثانوية وما هي معروفة ولا شي بس انه مع ذلك حطوه بالتوب معلنا المنقصة 12 عندنا كوغامي ري ادت صوت كاغورا من انمي قينتامو والحلو انها قد ادت برضو شخصيتين اسمهم كاغورا من الميات ثانية انا ما انفهم اي شخصية كاغورا تسويها هي صوت ثلاثة كاغورا معلنا وصوت صوت هابي من انمي فرتيل هابي مرة عديبني صوت تلطيفي اللي اخو عايش انفرتيل شكل بعيده معلنا وادت اكثر من 150 دور طول مسيرتها بمرقص 11 عندنا اوكاماتو نوبوهيكو ادى صوت نشويا من انمي هايكيو وباكوكو من ب صرق كده حديد يعرف الحنجرة الحديدية عندك رش الرزق الالماسية لا هو الحديدية ما مهما صرق ما شاء الله مايروح صوته ما علينا المركز العاشر عندنا سوكيتة وموكازو سوت شخصية كاتاكوري من انمي وانبيس وقنتوكي من قينتامو اسكنور من الخطايا السبع وهاشر الصخر من قاتل الشياطين وخمش شخصيات مختلفة من كونان وسوى اكثر من 350 دور مسيرته طبعا انا ملاحظ كثير مسوين شخصيات كثيرة من كونان انا اظن كونان والله بانسو يتوب اكثر انمي فيه شخصيات اظن كونان هو اكثر انمي ظهرت فيه شخصيات لانه كل حلقة يظهر لك مجرم والمجرم فيه معاه عشرة شخصيات ثانية اكيد عشان يكونوا مشتفين فيهم فكونان فيه مليونة شخصية بس ما علينا هذا المؤدج الامان جدا رهيب سوى كاتاكوري واسكنور اسكنور اسكنور لحاله يقفل ملفات كل اللي معانه بالتوب بمركز التاسع عندنا تكهاشيري اكثر مركز غير مستحق انا شوفه لانه يعني لما شاكتال اعمالها بما ينمي لست ما لقيت اي انمي سطوري او اي ان بس انتي مين ايش سويتي بحياتك يعني ما اعرف مابش شخصيات مهمة قد سوتها بمركز الثامن عندنا اودا يعني لا اقسم بالله ما قلت لكم اودا قبل شي ما كنت ما كنت شيء كعاد توب يعني انا قاعد اشي كعاد توب بعدين اقراه وبعدين اجي اقول لكم يا سيدا معلنة عمون ان اودا موجود اودا يعني يجد كلام يصدق عمون معلنة اودا قد ادى صوت واحد ما نظلمه بفيلم وان بيس اللي نزل بسنة 2002 وكان شخصية ثانوية واكيد بما ان اودا شعبيته كبيرة ويعتبر من افضل المنقاكا بعالم الانمي اخذ المركز الثامن بس انه ما يستحق المركز يعني اوكي هو يستحق كافضل المنقاكا بس ايش يسوي هنا ايش تسوي هنا يا اودا معلش انت بضيع التوب حرفيا نوصل اللي بالتوب ما مضيعين التوب فهو زي ما قلت لكم بتصويت عالمي فاي شخصية يابانية يحبوها موجودة بالتصويت الناس حيصوتولها فابدا ما في عدل في مركز السابع عندنا اونو دايسكي واجي صوت جوتارو من جوجو ونيندو ريكي من انمي سايكي وابو شعر اخ ثلاث شخصيات من كلن وشخصي الاهم على الاطلاق بمسيرته ايروين سوى القائد ايروين شينزو سوساكيو فحرفيا يعني انا لما قرأت الشخصيات الامانة جميلة يعني في شخصيات حلوة بس انه ما يستحق المركز بس لما عرفت انه ايروين موجود معلاش يعني ايروين مو بس كطبقة صوت لا كفخامة كهيبة ككل شيء كل شيء انا معرف لانه حب ايروين ولا لاني حب صوت بس اني استحق المركز المركز السابع عندنا هيامي ساوري موادية شخصية ياماتو من انوي ونبيس موادية شخصية فورقر من سباي اكس فاميلي يعني هذي موادية صوت انا اظن انها جديدة يعني عارب سوت كيها شخصيتين جدد وكلهم جابوا شعبية جدا كبيرة وتسلغت الترتيب على طول يعني اظن لو التوب هذا قبل سنة ما كانت موجودة هنا ووجدت المركز السادس فا يعني ما ادري مطبلين ونبيس ومطبلين سباي اكس فاميلي وين حيوصلوا بس وصلوا مكاني يعني المركز الخامس عندنا ميازاكي هياو ما توقع يشوف هذه السالفة مرتانية خصوص انه الحين دخلنا التوب 5 بس للا ثاني مخرج افلام انمي عنده بس دور ثانوي بانمي مو مشهور كمان وحطوه بالمركز الخامس بس ما نكذب ما نكذب هذا المخرج جدا جبار افلامي اخي تحس مميزة ما هي زي باقي الافلام تحس تحس يعني فيه سبيشل فيه فيه شي مميز يعني تحس انه لما تتابع له فيلم تعرف انه له ما لنا عموما مركز الرابع عندنا كاي جي يوكي اخيرا مؤدي صوت بالمستوى جاب مركز يستحقق عموما هو مؤدي صوت شخصية ايرن تودروكي مليودنس زيلدرس واكاي من انمي هو شويتشي اكيده مؤدي صوت اكاي شويتشي ما فيه تشافه بالاسم صح عموما ما علينا كمان مؤدي الصوت هذي حق اكاي هو نفسه مؤدي صوت شانكس وكايتو حق هنتر يعني فعليا هذا ختم الفخامة بس ما هو موجود يحطولي اودا ويحطولي مخرج افلام ووحدة مغنية وما يحطولي شخصية فخمة زي شويتشي اكيده انا ما يعرفش سووا بالتوب هذا ما ادريش تسبوهم بالكمنتات انا ما يدخل ها التصويت منهم عموما شخصية كاي جي يوكي اللي ادى شخصية ا ادى شخصية مليودس انا الامان معجب فيه وحتى ادى شخصية اذا ما خب ظني بانمي المانقاك هذك ناس اسمه والله ما علينا عموما يعني من كل النواحي هذا المؤدي الصوت مره عاجبني وخصوصا طبقة الصوت كيف ايرن تحول وكيف مليودس لما يتحول وزيلدرس وشي شي جبار الامان انا مره معجب فيه ويحس ان استحق هالمركز ما علينا المركز الثالث عندنا ميانو مامورو مؤدي صوت كرولو سيلفر من انمي هنتر وده كيد من انمي سول ايتر ادى اكثر من 200 صوت بس الامان انا شوفه ما يستحق هالمركز اوكي على الاقل هو ما هو مانقاكا ولا مخرج ولا شي بس انه مؤدي صوت بس ما يستحق المركز الثالث يعني احنا نتكلم عن توبي ثري اعظم ثلاثة مؤدينا صوت بعالم الانمي تحط لي واحد مسوي بس كرولو هو الشخصية الفاخبة منهم تقريبا المركز الثاني عندنا نزاوة كانة ادوارها بالانمي مو شي كبيري خليت استحق المركز الثاني بس اخذتها لانها مغنية خصوص انه هي لها اغنية انتشرت ترنت بالتيك توك الثاني اللي فاتت اللي هي مونو قتاري اذا ما اخافظني تقريبا هذا الشيء الوحيد الفسر انها موجودة بالمركز الثاني انا ما اعرفوه من جد ترى تصويت معتمد على الشعبية مو معتمد والله هذي شخصية فخمة لا هذي مغنية سولها تصويت هذا كاتب طب مؤدي الاصوات المساكين اللي قعدي يتعبوا ويسوي لك الف شخصية هذا وينه المركز الاول وافضل مؤدي صوت بعالم الانمي حسب التصويت العالمي كاميا هيروشي مؤدي صوت اكاشي من كروكو وسايكي من انمي سايكي ولاي من وان بيس وليفاي من هجوم العمالقة يعني اكيد محبين ليفاي هم اللي يصوتوا بس ما علينا يستحق المركز الاول يعني انا اتفق كما يمن يعتبر من افضل يا اخي اسمع صوت ليفاي ولاه لحالهم وغير كذا سايكي كمان واكاشي يا عالم والله استحق المركز الاول الامانة يعني اخيرا شي برد قلبي بالتوب ففعلا مؤدي صوت جدا رهيب وكل الشخصيات الاداها رهيبة وطابقة صوت فخمة واداء فخم وكل شي فخم وشخصيات فخمة ففعلا استحقها المركز وعطوني هنا رأيكم بالتوب انا شوفوا ظالم للامانة ما شفنا فيه مؤدين الاصوات اللي كنا نتوقع نشوفهم بس على الاقل في واحد اخذ حقه كامية اخذ حقه يستحق المركز الاول وسهلا انتهى المقطع اتمنى اعجبكم المقطع صلى الله عليه وسلم ومع السلامة